مع بلوغ الحر ذروته تراجعت ساعات تجهيز التيار الوطني إلى ساعتين تشغيل وساعتين إطفاء وفي بعض الأحيان تصل ساعات الإطفاء إلى أربع ساعات أمر انعكس سلباً على المواطنين بسبب ارتفاع سعر أمبير المولدات الأهلية لهذا الشهر إلى 21 ألف دينار في معظم مناطق الأنبار يعني اليوم نحن نحن نحصل على تسعير المولدات يعني الله يكون في عون الفقير يعني الانبير 21 ونصر إلى 22 زيناد هي 2 ب2 شنو الـ 21؟ ليش 21؟ الرقابة وان؟ ويقول لك قاز ما صرف هنا وطلع رئيس الوزراء عصا صرف يمكن كل كيفي مادرش قد شكام ألف لتر وان أعضاء المجلس وان المجلس وان الهيئة النزاة وان؟ المولدات شنو ماكوا عليهم الرقابة؟ أصحاب الدخل المحدود هم الأكثر تضررة خصوصا إن دخلهم لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في اليوم الواحد لذا طالبوا بفرض رقابة على أصحاب المولدات الذين يتلاعبون بتسعيرة الأمبير رغم توفير حصص الجاز الحكومي لهم يعني إحنا اليوم كمواطنين كسب نشتغل بيومية عشرة آلاف دينار يعني أنت تخيل يومية عشرة آلاف دينار يطلع علي المولد رأس الشهر بواحد وعشرين ألف وإحنا ببداية حر إحنا ذا ببداية الحر وببداية شهر بواحد وعشرين ألف الشهر الجايش قد يجوز يصل لثلاثين أربعين ألف يعني الريد من الله ثم هالحكومة الجديدة شوف الناس صورة حال غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية ساعد أصحاب المولدات لفرض تسعيرة تناسبهم فيما يهددون بإطفاء مولداتهم بين فترة وأخرى إذا ما تم تجهيزهم بالجاز الكافي وأخذ تسعيرة تناسبهم بحسب قول الأهالي من الأنبار دريس يحيا قناة الفلوجة